بسم الله الرحمن الرحيم هو يعني خمس مش خمس ايام عمل خمس ايام شقة جدا في العمل بس في الحقيقة ده والطلامة لصالح الوطن والمواطن المصري احنا اتبرلمان مصر لابد من القيام بدوره على اكمل وجه تجاه حقيقة الخمس ايام عمل ده كان بيتضمن منقشة برنامج الحكومة وحقيقة خلينا اتكلم عن البرنامج الحكومة الاول يعني البرنامج بتضمن جميع التكلفات الوردة في خطاب السيد رئيس الجمهورية ابتدنا في اليوم الاول بالملف الاقتصادي واعتبر ده اهم الملفات السخنة التي تهم المواطن في الشارع المصري ده كان في اليوم الاول وكان معها في نفس اليوم الاول الانسان والثقافة الدينية والثقافة العامة وا ارتباط الملفة كله بان قدرات الانسان حقيقة الخمس ايام تشارك في النقاشات جميع رؤساء اللجان و القوى وموسيطين و هيئة البرلمانية برنامج جاد برنامج طموح معظم النقاش كان بينصب على المدرس الزمنية لتنفيذ البرنامج وحكومة التحديات خلال التلات سنين هتقدر تنفذ هذا الكلام على جميع الملفات للأمانة إن كان خاصة في التعليم ومخرجات التعليم وارتباطه بسوء العمل من ناحية البرنامج الخاص بالزراعة وما احتاجات المواطن المصري اليومية وارتباطه بالتموين وبرنامج الخاص بالملفات الخارجية اللي تهمنا قمواطن بلف صد النهضة حقل ظهر وما يقال عنه من وزير البترول وزير القهرباء وخطة مصر في القهرباء خلفات القادمة وازاي هنقضي على انقطاع الطيار والله احنا يعني اللجنة القوى العاملة خلصت إلى مجموعة من التوصيات سغناها وهنسلمها في آخر يوم عمل للجنة لرئيس اللجنة الخاصة المشار أحمد سعد تتمركز حوالين اول حاجة زول احاقة والتزام الشركات بتعيين نسبة الخمسة في المية وازاي نعمل لهم برامج تأهيل وتدريب نأهلهم لسوق العمل الاهتمام بالمرأة داخل سوق العمل برامج التدريب التي تقدم للعملين بالجهاز الإداري للدولة حتى يمكن تطبيق اي تشريعات تصدر عن البرلمان المصفي كمان العمالة غير منتظمة ومن اهم الملفات الموجودة داخل وزارة العمل وتصنيفهم تصنيفا مهنيا وجغرافيا ووضع برنامج توعوي لهؤلاء العمالة غير المنتظمة حتى يمكن مد مصارة الحمال الاجتماعية والصحية لهذه الشريحة الكبيرة من العملين بالإضافة إلى المرأة وعملها المنصة الرقمية لسوق العمل حتى يتمكن ربط البرامج تشغيل العمالة بمخرجات التعليم الحاجة التالتة والمهمة التدريب اتكلمنا يعني يمكن اللجنة صاغت مجموعة من التوصيات وكان من ضمنها التدريب التدريب هو ازاي قادر ادرب النهاردة الخارجين واربط خارجي المدارس الفنية ببرامج التدريب العملية اللي موجودة في وزارة العمل وازاي اقدر ادرب مهني واحنا عندنا ما يقرب من رؤمية مركز تدريب مهني على المصارة الجمهورية معظمهم داخل وزارة تربية التعليم فاحنا بنجهز طلبنا تجهيز هذه المراكز بما يتوافق مع سوق العمل اشتركوا في القناة